كشف الجزائري رياض محرز نجم أهل جدة كواليس رحيله عن مانشستر سيتي الإنجليزي والانتقال إلى الدوري السعودي في الصيف الماضي وقال محرز في حوار مع صحيفتي لكيب الفرنسية أعتقد أنني الأحق بالكرة الذهبية الأفريقية 2023 بالنظر للموسم التاريخي مع السيتي خاصة بعد فوزي بدوري أبطال أوروبا وأضاف حتى مردودي مع المنتخب كان في المستوى بلغة الأرقام سجلت عشرين هدفا وقدمت خمسة عشر تمريرة حاسمة وبالتالي أعتقد أنني الأجدر بالجائزة وتطرق محرز إلى الأسباب الحقيقية التي دفعته لمغادرة السيتي الصيف المنصرم مشيرا إلى أن المدرب بيب كوارديولا سعى جاهدا لإقناعه بالبقاء وتابع أنا من قرر الرحيل شعرت أن هذه الفرصة المتمثلة في العرض السعودي لن تتكرر مرة أخرى قلت لنفسي ربما حنوقت الانتقال بعد خمس سنوات في السيتي فست خلالها بكل شيء وواصل لم أندم إطلاقا على الانتقال للسعودية حوال كوارديولا ثني عن المغادرة لكن مسؤولي الأهلي وضحوا لي مشروعهم الجديد قبل أن أوازن بين الإيجابيات والسلبيات وفي الأخير قررت الرحيل وأنا سعيد لوجودي هنا وأردفوا مستوى الدوري السعودي ليس سيئا وأعتقد أنه سوف يتحسن أكثر فهم يحاولون رصد المزيد من الموارد المالية لجلب أفضل اللاعبين ووضع قائد المحاربين منتخب كودي فوار على رأس المرشحين للفوز بكأس أمم أفريقيا منوها بالمهمة الصعبة التي تنتظر منتخب الجزائر وختم هناك الكثير من المنتخبات القوية نحن نعرف هذه البطولة وصعوباتها الأمر متروك لكيفية دخول المنافسة والمنتخب الذي يحضر بشكل جيد سيصل إلى النهائي